منذ هذا الحوار قبله كنت أتحدث مع حضراتكم حول توصيات منتدى شباب العالم والتي تلتها دكتورة رشا راغب المدير التنفيذي لأكاديمية الوطنية للتدريب الشباب وذكرنا أكثر من بعد حاضر في هذه التوصيات كما هي كل الموضوعات وكل القضايا حاضرة وظاهرة وبقوة فيه لكن هناك أيضا من البعد التشاركي الدولي هناك توصية خاصة بالدعوة لتوحيد الجهود الأمامية لتأسيس منصة موحدة تابعة للأمم المتحدة معنية بضمان التمويل اللازم لمصار إعادة الإعمار وكما تبعتم معنا بالأمس مشاهدين الكرام كان هناك حلقة نقاشية موسعة حول إعادة إعمار مناطق التي حدث بها الصراع وكيف يمكن أن يتم التمويل المستدام والإعمار المستدام بشرط تحقيق السلام والاستقرار في هذه المناطق ولذلك جاء التوصية بهذا الصدد أيضا بعض آخر وتوصية أخرى في هذه التوصيات وهو الأهم من وجهة نظرية فكرة إطلاق استراتيجية دولية تستهدف تعزيز التضامن الإنساني والاجتماعي وخلق فرص ومجال أكبر لدعم السلم والأمن الدوليين فيما بعد الجائحة هذا هو العنوان العريض وهذه هي التوصية الأكبر بالتأكيد في هذه التوصيات قال عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم وخريجي البرنامج الرئاسية لتأهيل الشباب للقيادة أحمد سنجاب قال إن المنتدى أصبح منصة دولية للتعبير عن طموحات الشباب العالمية في الساعات الأخيرة مازلنا في أروقة منتدى شباب العالم من شرم الشيخ ويساعدنا أن يكون معنا مهندس أحمد سنجاب عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم وخريجي البرنامج الرئاسي أيضاً أهلاً بحردك بشمهندس أهلاً بسياتك أهلاً بحضرتك دكتور يعني إحنا بنبارك لكم بنهنيكم نشكركم أيضاً على هذا التنظيم الرائع لمنتدى في هذه المرة خاصة أنها هي مرة مختلفة جداً وستثنائية بعد بداية جائحة كورونا بالضبط إحنا في الحقيقة كان فيه تحدي كبير اللي هو أن نحن نعمل مؤتمر في وزل وجود جائحة كورونا والحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نعمل المؤتمر ده وقدرنا نعمل نجاح غير مسبوء وباستضافة العدد ده وحقيقة يعني إحنا سعاداء بتواجدكم معينا وأن نحن يارب نكون قدرنا نضيف حاجة للعالم كله ونقدم لهم محتوى يالوج باسم مصر وباسم شباب مصر بكل تأكيد يعني إحنا عايزين نعرف كيف تم الإعداد لمتدى الشباب العالم ومن قد إيه وكانت إيه الأولويات عشان يخرج بهذه الصورة في الحقيقة إحنا كان الأولوية نحن نتكلم على المؤتمر من بعد جائحة كورونا أو العالم كله من بعد جائحة كورونا إيه اللي إيه التغييرات اللي حصلت فيه وإيه اللي تشالنز أوهم التحديات اللي قابلت العالم في خلال جائحة كورونا وإزاي العالم يتغلب عليها وإيه هي الحاجات أو التوصيات اللي ممكن نخرج بيها عشان يبقى فيه زي حلول أو نقدر نوجد حلول لمشاكل زي مواجهة الكورونا أو التباعد أو إن إحنا زي ممكن نرجع تاني يعني يعني باكنجو تجبر زي ما السم بتاع المؤتمر بيقول أو السلوجان بتاع المؤتمر بيقول فهدفنا الأساسي هو إن إحنا نوصل فعلا محتوى مفيد للناس وبيساهم فعلا في تغيير العالم ونظرة العالم لما بعد الكورونا والوضع يبقى من بعد الكورونا عمل إزاي ونوضح برضو التشالنجز اللي كانت موجودة والتحدي اللي كانت موجودة في عصر الكورونا طيب عملية تنظيم المؤتمر أكيد فيها لوجستيات وفيها حاجات تتعلق بالكونسبت أو الفكرة أو التصور للمؤتمر يعني قدرتك إشرح لنا الهيكل العام للعملية التنظيمية لمشاة شباب العالم الهيكل العامي أنه بيبقى عندنا اللجان كتير جوه المؤتمر كل لجنة بتبقى مسؤولة عن جزء بعينه وكل لجنة بيبقى لها مسؤول منظم عنها سواء اللجنة بتاعة المحتوى أو اللجنة بتاعة اللي جيستيكس أو اللجنة بتاعة الإنتقالات أو اللجنة بتاعة الطيران أو كل لجنة في المؤتمر ولولة الجزء المسؤول عنه وفي الهدف كله ان احنا بنحاول نشتغل كفريق واحد عشان نظهر بمستوى لك بشباب مصر وباسم مصر طيب بالنسبة لاجراءات الاحترازية اللي كانت موجودة هنا احنا شفنا اجراءات احترازية وبيتعامل لكل المشاركين في المنتدى وهم في المطار يعني ازاي تم الاعداد للاجراءات الاحترازية ايضا هو في الحقيقة كان فيه لجنة مخصصة سندي للاجراءات الاحترازية ولمتابعة كل الحالات الصحية ومتابعة الحالات زي ما حضرتك قلتي كان فيه بي سي آر كل يوم تقريبا للمشاركين في المؤتمر والاجراءات الاحترازية ان يبقى فيه تباعد وحتى يعني يمكن حضرتك لاحظتي ده حتى في الجلوس في الجلسات ما بين الناس وبعضها كان فيه تباعد ما بين كل الناس وكان فيه اساسا كمان شركة مسؤولة عن التنظيم بتاع الاجراءات الاحترازية جوه المؤتمر اكتر التحديات اللي واجهتكم في تنظيم المؤتمر خاصة في الساعات الاخيرة وكان خلاص بالافتتاح قرب وايضا احنا دوقتي يفضل الساعات ويختتم المؤتمر هو التحديات كان ان انت تقدر تنظم منتدى بالحجم ده في وقت الكورونا او العصر وبعد كورونا قبل كده كان يمكن هو المنتدى بحدي زيته حاجة كبيرة جدا جدا وفيها كتير من التحديات في كل اواية بس ان انت تتنظمه في وقت بعد جائحة كورونا والعالم كله قافل وانتقدر يعني الناس تيجي من كل مكان في العالم عشان تيجي تشارك في الحاجة زيدي فكان في حدي زيته تنظيم حاجة زي دي او ان انت تجمع الناس دي كلها وتنظم تواجدهم وتشرف على ان هم يكونوا كل حاجة متوفرونهم جوا المكان ده في حد زيته كان من اكبر التحديات اللي قابلت اللجنة المنظمة والحمد لله احنا قدرنا يعني اعطاك ان احنا قدرنا ان نتغلب على التحديات دي وقدرنا ان نوصل رسالة للعالم كله بان زيته كان يعني او مصر تستطيع يعني يعني تصور حضرتك او احلامك او رؤيتك لمنتدى شباب العالم او منتدى شباب العالم بمعنى صحب النسخ القادمة اه الاتصال بتاعي ان احنا يعني احنا او يعني بقينا منصة عالمية للحديث او للحوار ما بين الشباب العالم كلهم فانا اتمنى ان احنا ينبقى في يوم الايام مؤسرين في العالم كله مش بس في مصر قادرين ان نغير العالم لمكان احسن قادرين نخلي الناس تعيش مع بعض اكتر في حب وفي سلام وانسانية ونحسن حتى نخلي العالم كله هو بيتر بليس او مكان احسن بالنسبة للعالم كله مش لمصر بس يعني ان شاء الله نشكر حضرتك شكرا جزيلا مهندس احمد سنجاب عضو لجنة منتدى شباب العالم وخريك البرنامج الرئاسي شكرا جزيلا شكرا جمالي اعزاء وشكرا ايضا مشاهدين الكرام وعودة مرة اخرى الى الاستوديو شكرا زميلة اميمة تمام على هذا الحوار من منتدى شباب العالم وكما قادنا هذا الحوار الى ان العالم بعد الجائحة بالتأكيد هو عالم مختلف ومتغير لما قبل هذه الجائحة وبالتالي هذا التغير يفرض على العالم اولويات مختلفة لاتعامل معها وفقا لمعطيات الجائحة اذا جاز الوصف شكرا جزيلا